علينا أن لا نخسر الحرب نبرة تحدي لا تزال تنبض في عروق البعض من القادة في معسكر الشرعية التي سلمت قيادها بالكامل لتحالف يتآكل وتتزايد تحديات بقائه في معركة بلا أفق الدكتور أحمد عبيد بن دغر أجمل موقفه حيال التطورات الراهنة على الساحة اليمنية في أحدث منشور له استدعته التراجعات العسكرية الأخيرة للشرعية في محافظة الجوف وحدر فيه من أن سقوط هذه المحافظة قد يغير موازين القوى العسكرية بصورة نهائية في المعركة المصيرية مع الحوثيين بن دغر اعتبر أن الشرعية والتحالف تسبب فيما يشهده معسكرهما من انقسام وعداء لبعضه البعض في إصرار عجيب على إهداء الهزيمة للحوثيين وإيران وزاد أيضا أن اليمن في هذه الحرب نالت من الأذى والتدمير وسفك الدماء ما لم تناله في تاريخها معيدا ذلك إلى الانقلابات المتتالية على الشرعية وللأثر السيء لأموال بعض دول التحالف في دعم هذه الانقلابات دون أن ينسى بأن فشل الحلفاء الشرعية في إدارة المعركة كان سببا في خسارة معركة الجوف وقبلها نهم وحجور ووادي أبو جبارة والملاحيط صمت القادة التنفيذيون للشرعية عن التعليق على الحدث الخطير الذي شهدته محافظة الجوف مؤخراً كما صمت من قبل عن التراجعات التي حدثت في نهم ومع هذا الصمت تضيق دائرة التأثير في المشهد العسكري لتقتصر على بضع قادة سعوديين على تناغم كامل مع اللاعب الإماراتي الأكثر سوءاً في هذا المشهد يسود القلق أوساط الشرعية حيال التهديدات التي تتعرض لها محافظة مارب وشبوة في ظل ما يرونه توجهاً من قبل التحالف السعودي الإماراتي لا تخطئه العين لإعادة إطلاق الأدوات الإنقلابية المرتبطة بإيران الحوثية منها والانفصالية لتصفية ما يرى هذا التحالف الكتلة الأكثر صلابة في المشروع الوطني المتهاوي على وقع مؤامرة التحالف وضرباته ومخططاته التدميرية صوت المستشار الرئاسي أحمد عبد بن دغر عبر بشكل دقيق عن الخط الوطني المتحرر من التجاذبات فيما لا يزال جزء من الشرعية وقادتها بمن فيهم القادمون من معسكر انقلاب 21 سبتمبر 2014 يتفاعل مع مخططات التحالف على خلفية موقف سياسي متوتر ومسكون بالأحقاد حيال شركاء المرحلة السياسية الراهنة سعي بعض أطراف الشرعية إلى تصدر معركة المواجهة مع الانقلابيين في شمال البلاد وجنوبها محفوف بالصعوبات على ضوء التمكين الذي يحصل عليه الانقلابيون كل يوم بفضل السياسات العدائية للتحالف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر